طيب دعونا نلقي نظرة أيضا على الصورة التالية التي لدينا نتحدث هنا عن مسعود أزيل نجم الكرة الألمانية يصل إلى قطر هذه الصورة التقطت له منذ ساعة تقريبا نشرها على صفحته على السوشيال ميديا يقول بأنه الآن في قطر أزيل من هذا الإستاذ القطري يوجه تحية للعالم أجمع أشهاد بالتنظيم القطري قال بأنه تنظيم رائع للغاية بأنه يحترم الدولة القطرية بأنه يفتخر بقطر بأنه بالفعل يعيش في أجواء جميلة داخل هذا المنديال حضرتكم تعلموا بأن الجماهير القطرية رفعت صور أزيل عاليا في المباراة الأخيرة للمنتخب الألماني أمام المنتخب الأسباني ووضع بعض من القطريين أيديهم على أفواههم في إشارة للقمع الذي تعرض له أزيل ويبدو بأن قطر حريصة على أن تحضر أزيل في هذا المنديال نكاية في ألمانيا وتذكيرا لألمانيا على موقفها من أزيل لأن ألمانيا هي من بدأت وتحدثت عما وصفته بالقمع القطري وأشارت إشارات بعيدة كل البعد عن كرة القدم وسببت حالة من الغضب للقطريين وبالفعل الرد يأتي قويا وأزيل يستحق أن يكون دائما في الصفوف الأولى وأزيل حاصل على بطول الكاس العالم في عام 2014 مع المنتخب الألماني